موسيقى أهلاً وسهلاً بكم هناك نوعان من المؤسسات التعليمية العليا في ألمانيا المعاهد التخصصية العليا والجامعات تزاوي المعاهد التخصصية العليا المعرفة التطبيقية في التدريس والبحث العلمي على أساس علمي وتتجه لأكثر من ذلك نحو نقل المهارات العملية والتي يمكن للمرء الدخول عن طريقها بشكل مباشر إلى سوق العمل تقوم الجامعات بدور رعاية وتطوير العلوم من خلال البحث والتدريس والدراسة ولكنها توفر أيضاً التدريب العملي على المؤهلات المهنية في كل النوعين من المؤسسات التعليمية العليا يتم البحث والتدريس فبينما تركز الكليات أكثر على التدريس تتركز البحوث بشكل أكثر في الجامعات بالنسبة للطلاب يظهر الفرق في الطموحات المهنية فطباء المستقبل والصيادلة والمعلمين والمحامين يدرسون عادة في الجامعات بينما المهندسين أو الاقتصاديين يجدون ضلتهم في الغالب في المعاهد التخصصية العليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر